اشهد اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بمواصلة فريق باريس افسي الفرنسي بشعار فيكتوريوس البحرين تحقيق النتائج الإيجابية في الدور الفرنسي للدرجة الثانية والمنافسة القوية على المراكز الأولى والاستمرار في تحقيق المزيد من الأهداف وعرب اسموه عن سعادته بالفوز العريض الذي حققه باريس افسي على فالنسيان واحد مقابل أربعة في الإسبوع الثامن عشر للدوري الفرنسي مبينا سموه أن هذا الفوز سيعطي الفريق حافزا لمواصلة تحقيق أفضل النتائج في الجولات المقبلة وأوضح سموه أن الشعار بكتوريوس البحرين أصبح علامة مميزة في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية معربا عن اعتزازه بمواصلة تحقيق الأهداف للفريق الفرنسي في الدوري وتمنى اسمو الشيخ ناصر بن حمد التوفيق والنجاح لفريق باريس افسي في المباريات المقبلة ومواصلة تحقيق الانتصارات وتمكن باريس افسي بشعار بكتوريوس البحرين من رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن صاحبي المركزين الثاني والثالث وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر